أفدت وكالة ورويترس بأن قفلة تضم مئات من الجنود الروس في نحو خمسين شاحنة عسكرية دخلت قاعدة قرب سينفروبول عاصمة شبه جزيرة القرم هذا تمسك القائم بعمل وزير الخارجية الأوكراني برفض حكومته لقرار برلماني إقليم القرم بتنظيم استفتاء في السادس عشر من شهر الجاري حول مصير الإقليم معتبراً للاستفتاء غير قانوني خطوة جديدة للإدارة الروسية حيال الأزمة في أوكرانيا تفتح الباب أمام حوار قد ينهي النزاع في القرم وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف أبدى استعداد بلاده لدخول ما سمه حوار نزيه وعلى قدم المساواة مع شركاء روسيا الأجانب في إشارة للغرب نافياً تماماً أن يكون لموسكو دور في الأزمة الأوكرانية يحاول البعض تصويرنا كطرف متسبب بالصراع وهذا الأمر غير صحيح الصراع في أوكرانيا ذو طابع داخلي ومستوحى من الخارج ما تسمونه الحكومة المؤقتة ليست مستقلة تعتمد مع الأسف على قوميين متطرفين استولوا على السلطة في انقلاب مسلح وفي تداعيات لقرار البرلمان في القرم الاستفتاء على الانضمام لروسيا في مارس الجاري سرح القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني في الحكومة الجديدة أن الاستفتاء غير قانوني وأن بلاده لن تتخلى عن القرم وستسعى جاهدة لحل الأزمة سلمياً نعتبر هذا القرار غير قانوني وحتى في حال أقيم فنتائجه ستكون باطلة إن كانت الانتخابات أو الاستفتاء غير عادل وحر ونزيه فالمجتمع الدولي كما أوكرانيا لن يعترف به العديد من مؤيدي روسيا تظاهروا في دونتسك شرق أوكرانيا مطالبين روسيا بدعمهم للحصول على حكم ذاتي أوسع وجاءت المظاهرات في أعقاب تصريح لحاكم دونتسك الجديد أكد فيه التزامه مع الحكومة الأوكرانية الجديدة لمحاربة الفساد وبناء المستقبل على حد تعبيره وفي أحدث مواجهة على الأرض أعلن حرس الحدود الأوكراني أن بعض من أفراده طردوا مع عائلاتهم من موقع في القرم على أيدي جنود روس في منتصف الليل فيما سبق ذلك منع مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مجددا من دخول القرم من قبل مسلحين يحملون أعلاما روسيا ومع استمرار تصاعد النزاع في أوكرانيا تعلق الأمال أن يؤدي حوار روسيا مع الغرب إلى تسوية نزاع لم يلقي بظلاله على العلاقات الروسية الأوكرانية فقط بل الروسية الدولية أيضا زين الروابدي العربية